وقعت المنطقة الغربية العسكرية بروتوكول تعاون مع أحد البنوك الوطنية لرفع كفاءة 37 عمرة غير آمنة بمنطقة حي الزهور بمحافظة مطروحة بإجمالي 740 وحدة سكنية ويشمل المشروع أعمال الصيانة للإنشاءات والخرصانات ورفع كفاءة الواجهات والمنطقة المحيطة وتنسيق الموقع العام لتصبح منطقة حضارية ملائمة للسكان يأتي هذا في إطار جهود الدولة لتطوير المناطق السكانية غير الآمنة ودعم جهود التنمية بشتى ربوع الوطن